السلام عليكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وأول حاجة نقول لكم واشركم بروكا واليوم إن شاء الله نتقسم معكم بروة الحوت اللي كي يأتي رائعا جدا بطريقة لتخلي الورقة تبقى شيشة وطرية وتجيم قرمشة مع طريقة الاحتفاظ الأطول مدة وعلى بركة الله سنبدأ بوحد شرمولة اللي بنينا بزاف واللي إن شاء الله بها سنبدأ جميع المكونات وهذا الشرمولة هذي هي السر ديال هاد البسطيلة أول حاجة وضعت ججم على كبار المملوئين بقصص برو معدنوس بالنسبة أنا ده بطريقة الاحتفاظ تقسمتها معاكم كنحتفظ به هكا في القليعات معمار بالزيت سنبدأوا واحدة الربيطة نصف حمضة مصيرة مطحونة مزيان ثلاثة الفصوص ديال التومة راس معلقة ديال كامون نصف معلقة صغيرة ديال الخرقوم الخرق مصير و معلقة صغيرة ديال فلفل الأحمر سنحتاجوا توابل السمك اللي كيبقوا اختياريا كين لما كيعملوا مشي كينوا معلقوا مشي كانوا متوفرين كانوا هناك قياش جوج محالاق صغارين فعندي هذي توابل ديال السمك بستيلة ديال الحوج وفواكه البحر تكون هذه بودرة و الاخرى التوابل البسطيلة الحوت يكون فيهم الزعتار فيهم الزفد المكونات فهدو يتباعوا هكذا فكانوا متوفرين عملوهم ما كانوا متوفرين استغنوا عليهم فكيعطوا واحد طعم زوين وبصراحة تكون كمية قليلة ديال الحوت يعطوا ماداق رائع لا في البسطيلة الحوت ولا في الصبت ديال الحوت جوج معلقة الصغار ديال الهريسة اذا ما كتبغيوش الحار ما تعملوه شي او قلو منو عملت حتى ليبزار ما تصور شي فاش ضيفتو معلقة منصو الصوجة كت عندكم السائلة او هكا اللي خاترة معلقة كبيرة ديال صلصة طماطم او ديال ما تشاد الحك راس معلقة ديال الملحة الملحة تغيي شوية بحكم عندي الربع فيه الملحة او عندي الحامض المصي ردوا البال من الملحة و سوف نخلط الكل جيدا حتى يتطحن بجدك تومك التطحن مزيان المكوناتين ساجموا ثم اضفت عاصر حامضة عاصر حامضة اعطاني نصف كس كان حصلو على واحد التشاط موليه بهات الشكل هذا غنحتاجو في الحوت انا عندي هنا ثلاثة ديال الانواع وخيكون عندكم غير نوع واحد ديال الحوت لحسب المتوفر عندي غير هو يكون سمك ابيض عندي ثلاثمية جرام من الكلامار اللي نقيتهم مزيان وقطعتهم مربعات نصف كيلو ديال القامبة او الكروفيت او القمرون هكا عندي هذا مغسل كانتكم الوزن الصافي وعندي هنا 600 جرام من الميرنو او اي نوع ديال سمك ابيض اللي يكون هكا بلا شو كنتم كتفضلوا فالمبتدئات الاصحاب اللي كيبيعوا الحوت قولوا له معطيكم الحوت اللي خاص بالبسطيلة اللي كيتمشى معها وانتوما غادي تاخدوا اللي طري والليزوين فبنسبة الميرنو فاخذت انا كيلو من كان نقيب قتلي في 600 جرام بالنسبة القامبة او الكروفيت فكين كيلو ميكيتنا قبقت نصف كيلو ذاك القشور كنقسمهم هكا في ميكات ورا كنحتاجهم فليسوب وبهم حتى كنحضر حتى ذاك التوابيل ديال السمك را كيتحضرهم القشور ديال القامبة سافيخ ديت هاد الميرنو شرملتهم مزيان واندخله الفرر لمدة ديال عشرة ديال الدقايا على منوجد هاد السمك الاخر في ميقلات متكونش كتلسق وضع تقطعة ديال الزبدة شوية ديال الزيت حتى دا بدك زبدة وغانوضع القامبة او الكروفيت وغانوضع جوج معالاق منها تشارمو للي عمنا على نار مجهدة متكونش النار مناقصة غادي نحرك غير جوج حتى ثلثة ديال دقيق وغادي نطفي النار فبزاف اللي كيعملوا القامبة خضرة مكي طيبوها شيف البستيلات او لا في البرايوات انا كنفضلها كنطيبها واحد شوية كتجيب نينا وكتطلق ناشي المادية لها والمادق مكيجيش مجهد بزاف في حالة اللي باغي لمادق يجي مجهد قدروا النص شحر ونص اللاء في نفس الميقلات وضعت الزيت الزبدة وضعت داك الكالمر اللي مقطعها صغير وضعت داك تشارمولة جوج معالق وصافي وعلى نار عو تاني مجهدة كنحرك ما نفوتوش ثلاثة ديال دقايق او كنحيدو على النار كنعملوه يستقطر باش تنزل منو داك المعرق اللي كيطلق او داك الماء اللي كيطلق كيف القامبة كيف النوع الاخر وعلى جناب كنت وضع الشعرية الصينية في الماء فالماء طايب كنت سلقت فيه القشور ديال الكروفيت وصفيتو عملت فيه داك الشعرية الصينية ديال الارز حتى تلقات راسها مزيان قطعتها مزيان بالمقاس ونفس الشي وضعت قطعة ديال الزبدة شوية ديال الزيت وضعت الشعرية الصينية وضعت داك داك المرق اللي ينزل من السمك تهوى تول هاد الشعرية وزدت من داك تشارمولة اللي عملنا وصفيتو نشحرها حتى تنشف من الماء وكيكون هاد الشكيل ديالها كتنشف وكتبنن كتجي واعرع سمك الميرنو فاش داز يعني موجد هاد الاسمك كان هو وجد يعني ما كيفوتش عشرة ديال ديال دقايق عملت الفرن على 250 درجة مشعول من فوقه من تحت صفيتو ايناء كبير وضعت فيه شعرية الصينية وضعت فيه داك الميرنو كان نقيهم زيان من داك الشوك ما كيكونش فيه شقي واحد شوية في سنسور ديالو وصفي وضعت هكا شوية شوية ديال الحوت زيت الفطر الاسود اللي اتهو كان رقدو في الماء واستقطرتو وقطعتو الصغير كنزيد هنايا الفرماج الاحمر كنعاود ناكد الاحمر اولا ديال الصاندويش المربع اما الجبل الموزاريلا فكيدو بزاف اذا عملتو في البريوات ولاف البسطلة يقدر يترتقلكم الورقة بالخصوص اذا كانت ورقة الفيلو فكان فضل انا ديرو الفرماج الاحمر كيجيزوين بزاف هاد الحشوة وخليت شوية من الاسمك اللي غادي نزيد في كل بريوة غادي نزيد شوية من داك السامك هنا غادي نحتاج الورقة العادية عندي هنايا كيلو ديال الورقة كيلو ديال الورقة بعض المرات كيخرج فيه 17 ورقة بالحجم الكبير وبعض المرات كيخرج فيه 18 ففي هاد اليوم هادا اللي غادي نختم خرج لي فيه 18 اذا غا نخرجو 36 بريوة بحجم كبير ان شاء الله فبالنسبة للشعرية الصينية عملت ستا ديال المربعات ديال الشعرية ديال الارس فانما كان بغيش داك الحوت يجي غالب كان بغيم حتي دا جاني غالب ما عنا نقدرش ناكلهم في حالة انتم اللي كيبغيو داك المادا ديال الحوت مجهد في البريوات ولا في البسيطلات قلهم الشعرية الصينية وصافي بالنسبة انا هاد الكمية اللي عملت عندي مضبوطة مع القياس ديال الورقة كي يجيوا ما شاء الله بريوات عامرين مزيان فهنايا وضعت الورقة على سطح العامل قسمتها في النص خديد ذاك الزيت اللي عملت فيه معلقة ديال الهريسة وخلطت مزيان تقدرو تضيدو تشوية ديال التحميرا والزيت او للهريسة والزيت او لتخلطو الهريسة والزيت والتحميرا مش تعطيكم اللون انا بغيت هجيني واحد اللوين زوين ذهابي ولكن ميجيش هكا البريوات حامرين بزر واخديت واحد الايطار هاد الايطار هادا ديال باش بيه غاد ينضبط القياس ديال الحشوة كنعمل هكذا غير كي يساعدني تقدرو تديرو غير هكا بيداكم كنعمل هكا غير شوية ديال ديال الحشوة وكنضغط مزيان بالكاس وكنحيدو داك الايطار وهنا كنزيت شوية من الاسماك اللي خليت علي جانا بتقدرو تخلطوه ماكا وتبقى وغير كاتهزوه او لكتحطوه شوية 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 من كل حاجة صافي وكنلوي والبريوات ديالنا بطريقة العادية صافي هكدا هاد البريوات هادو جو بريوات اللي كباري ماشي بريوات صغوري الورقة حاولو هكا كل منتو ماكا تخدموه وغطيوها بش ما تنشوفشي نفس الشي كنطلق الورقة كندهنها بالزيت اللي عندي مخلطة معه لهريسة هنا تقدرو تطلقوها كجوج ورقات ولا ثلاثة وتخدموه نفس تشكيله صافي كندهن شوية ديال الزيت ونستاعن في داك الايطار كيعطيني نفس القياس ديال الحشوة كندغط مزيان بواحد الكاس وكنعمل شوية ديال الحوت باش هكدا كيجي فلوسط تقدرو هنا تزيدو الجبن انا ما بغيش نزيد الجبن للجبن اللي عملت كافي عملت تقريبا واحد ستين جرام ديال الجبن ما كترش بزاف وكل اللي عزيز عليه داك المعضق ديال الفرماج حمار كتر على حسب كل واحد وصخاوة ديالو لا في الحوت ولا في الفرماج كل واحد وصخاوة ديالو انا كننخدم معاكم لحسبها كتحصلوا واحد الكيمياء لا بأس بها وتكون واحد الحاجة اقتصادية وتكون في نفس الوقت بنينا ووزوينا حسن انكم تشريوهم صافي كنجمع البريوات ديالي بهات الشكل ديك الجن بيداشتوه بقلكم قاسح كتحيدوه بالمقص او لها كتحاولو الطويوه هنا اخديت شوية ديال الطحين زيتمعه شوية ديال التحميره او الفلفل الاحمر شوية ديال الماء خلطتنا وفيه كنتبتو الجنب ديال الورقة ديالنا بالنسبة للفرر روخة من تبتو شي ما كيتفتحو ما تشي حاجة غير انا كان ندير معاكم محتفظين بهم في المجمد بغيتو متلا تقليوهم انا ما غادش يتفتحو لكم سافي تقليوهم او تديروهم في الفرران هدو هما البريوات اللي حدرنا مع بعض ما شاء الله كيجوا كبارين ووعري ان شاء الله اذا جربتوهم راه معتفارين كيجوا غير الورقة منين تبغيوا تاخدوها وقفوا عليه وجدلكم طريم تكونش ديال الصباح وتمع تخدمو بها في العشية باش هكا تخدمو بها مزيان او تكون عندكم طريم حتى وطف المجمد حتى في المجمد تقدروا تخدمو بها ما يوقع لتشي حاجة ولكن تكون نهار كامل وهي بلا فريقو وتخدمو بها راكا تخسر وغا تعدبكم في الخدمة هي ما غادش تقطع بزاف ولا شي حاجة ولكن ما غايجوكم مش دايك البريوات مطويين مزيان مش بحلو ورقات طريية بيت البريوات في المجمد وفرقة ما بين طبقة وطبقة بالبلاستيك حتى جمدو مزيان وصافي ونجمعوهم هكا ما غايجو تسقو من تشي حاجة تقدروا تجمعوهم في بواطات او لهاكا في بلاستيكة ديال المجمد وصافي كيبقى غير فوق ما كتبغيو كتجبدو وتكملو لهم طيابة صدقوني كيبقوا بحل يالله درتوهم السير ديالهم هو من الفريقو للفران دا بعدو من المجمد وضعتهم في الصينية دهنتهم شوية الهريسة والزيت صافي وغندخلهم للفران اذا كنتو ستقليهم مباشرة سخنوا الزيت وعملوا البريوات ديالكم في الزيت غير هو الزيت انا كنفضل ونقليهم منعمرش المقلب الزيت هير شوية ديال الزيت ونحمرهم الجوانب كاملين راكيجي ووارين والبريوات اللي كيكونوا بالبيض هدو كمالكي يجبني انقليهم اما هادو غير في الفران اولف مقيلة فيها شوية ديال الزيت وتحمرهم الجوانب كاملين راكيجي ومقرمشين ووارين اتمنى ان شاء الله كتير راح اليوم يعجبكم ومتأكدة ان شاء الله هادو الحشوة غتنال ايه جادي لكم كتجيبنينا ويدحتها في التوبهم فكيبقاوا رائعين جدا خليت لكم الراحة واشركم بروق اشتركوا في القناة